اشتركوا في القناة والمسابقات بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مركزاً للامتحانات والمسابقات للشهادة الثانوية العامة بمدينة قريضا حيث جلس لهذا الامتحان 162 طالباً وطالبة في المساق الأدبي بقسميه العربي والفرنسي وحول سير الامتحانات والتحديات الماثلة من النواحي الإدارية والفنية باعتبار أن هذا المركز حديثاً نشأ فقد أوضح رئيس المركز التالي دانا الامتحانات وتسير الأمور بصورة جيدة ليس هناك أي إشكالات ولا صعوبات الحمد لله هدوء تام في المركز والامتحانات بشكل عام الحمد لله سهلة وعلى حسب مستوى التلاميذ كما ناشد المفتش التربوي بمحافظة قريضا الأهالي والطلاب والإدارين العمل من أجل استمرارية هذا المركز السنتر ذا جاءنا بشوية بالتأخير والتالب الآخرين ذا كان سجلوا مكانات تهنيين في بلتين في عبشي وعادين في جميعنا لكن في أهم القادم إن شاء الله السنتر يحسب زيادة من 200 أو 300 نفر وتبقى الإشارة إلى أن عداد الممتحنين هذا العام من أبناء اللاجئين السودانيين بلغا 119 طالبا وطالبة بينما الممتحنين القاطنين بلغ عددهم 43 طالبا قبل كل شيء نشكر الحكومة للشيء الكبير السوء تلينا باستقبالنا في دولة التشاد ونزمتنا كمان في أماكن مختلفة في أماكن متفارقة وماشاء الله ويجفت معنا ويجفت معنا وساعدتنا في أمور كثيرة ولليوم الحمد لله لحكم وقت معنا وغاية تساعدنا وغاية تساعدنا تفتش لنا دائما كيف نكون مرتاهين ونكون مبسوطين وعلى امتحن نقول وغاية الحمد لله ما سعب يعني جانا من الموضوع القرين والمنحج اللا بدين فوق من بداية السنة وللان الحمد لله ما شفنا أي سعوبة بالنسبة للمتحن مرح نقول ومقبل التشادة قد نفعل معي ونحن نتعامل على تقصير اليوم الثاني لا نتقبل أي صعبات لكن يجب أن نكون فيها صعبات لأننا نتقلق من الصعبات نتمنى إن شاء الله أن نتقبل الصعبات ونجح وتوفيق ونتمنى شكر لكل المالوين وكل الصحفيين وكل المنظمات وكل الحكومة في المنطقة الدارتامة طبعا الليلة زي ما بقولوا يعني الرياضيات تقدر منوعة شوية في وصوص صعب فيها بعد المسائل صعبة وفيها بعد المسائل شنو صاهلة ونقول انه الحمد لله اجتخلنا زي الاحتمالات مسألة كانت كويسة وايضا فك الأخواس بردو كانت كويسة لو في سقوبة شوية اللي هي في مسألة بتاعت الدالة الكسرية بس وي فيها حب السقوبة خيطانه من الناس اللي لسا ما اتخلت فيها كده زي داك لكن للباقي الحمد لله يعني اليوم انتحنا لغة انجليزية والحمد لله كان عنا من هنا لمشوا لحد بلتن وعندنا صعوبات كتير لكن الحمد لله اليوم جوزات معتدل ونحمدوا الله عشان لقينا امتحان فيه مصافة غريب ومنازمة ساعدونا كثير وحكومة شادية ساعدان كتير عشان صحة لنا مصافة وامتحان برضو كويس مع صعوبة زي داك عشان اشتقنها الحمد لله اشتركوا في القناة